اهلا بحضراتكم بعد الفاصل وصلنا للفقرة الاخيرة في البرنامج طبعا في حاجات سمعتوها اول مرة تتسمع وحاجات بتتقال احنا بتقال الشجر في المجر عندنا بس دي قناة قضايا عامة وزي ملتراك انا عاوز الارد دايريكت ووصفك مدرب ليك مشوار طويل جدا سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر يدك التدريب في مصر اخباره ايه التدريب محتاج انه ما يبقاش فهلوة اكتر من كده محتاج يكون علمي والمسؤولين محتاجين انه هما يطوروا المدربين بشكل في امانة وفي مهنية اكتر من كده هل بعض المدربين اللي بتاخد شهادات تدريبية هل هي شهادات بحق ولا حبرة على ورق؟ ما فيه شهادات تدريبية الشهادات الرخص الرخص دي زي رخصة العربية لمزاولة المهنة ما فيه ناس كان بتدرب ولعبة في افريقيا ما عاش لكن التطوير المدرب نفسه دا محتاج دراسات ومحتاج خبرات تيجي تديك محاضرات ونظري وعملي حاجات كده انت شايف المدرب المصري عشان يصل الى المدرب الاجناب او المدير الفاني الاجناب ايه اللي مفروض يعمله؟ ايه مدرب فيه مدربين اجانب اقل من مدربين مصريين كتير لكن المدرب لازم يكون اوبديتنج على كل حاجة جديدة التدريب فيه حاجات كتيرة وسهل كمان النت الوقت مهاردة كابتن بتشوف فاكر فاطرة الاعداد بتاع الزمان؟ اه طبعا دلوقتي اللعيب في اجاستو بياخد برنامج بيعمل حاجات بيجي بعد اسبوع بتلاقي المتشاة الشغالة بتقول ايه دا المتشاة الشغالة دلوقتي الودية لا دا واخدها فاطرة الراحة بتاعك انت واخب بالك زمان كانوا يقولك شهر ما تلمسوا الكورة راحة سلبية راحة غير الراحة السلبية بتقعد تجري وتطلع مدرجات ونجري في الجزيرة الصوبة الكورت دا كله الكوبرتست بتقعد تجري الاول من غير كورة ما تشوفش كورة خليه ما يشوفهاش تبا مش تقلية عشان توحشوا اه الكلام دا بعد الوقتي خلاص اه انا سنة 2004-2005 حاضر فترة اعداد في ايكس اسبوع الاسبوع التاني كان فيه ما تشاط وهو دا اللي بنشوف اللقتي اللو استغل العلم الفرع كلها وهو دا اللي حاص الناس بيفتكروا ايه بقولك المالناس دي خدت راحة امتى فانا على فكرة عندي فترات الاعداد يا جماعة لو حد عايزه انا هدهله والله المدربين الكلام دا اه طبعا عندي مكتوبة كلها بالوحدات بتاعتها بالساعات بكل حاجة القصة بقى انه كل دا حاجات جديدة احنا نعرف ايه متجديد لحد الوقتي وده بيأثر على اللعيبة لانه المدرب اللي ما عندوش داتا هيدي اللعيبة داتا صغيرة جدا بالزبط فاللعيب مش هيطلع عنده حاجة المدرب المصري اثبت كفاته في بعض الاحيان كتير طبعا طبعا انت تفضل المدرب الاجنابي ولا المدرب المصر للكرة المصرية للكرة كمنتخبات لا للاندية والمنتخبات لا مدربين مصريين بس والنبي اللي اشتغل عليهم كلهم زمايل وكلهم لازم والمدرب يقدر يشتغل علي نفسه لانه المشكلة انت عارف بيطور نفسه ازاي دلوقتي يقولك النت موجود والبتاع اه يخش يجيب الحاجات يتنزل وحدات الوحدات دي انت مش عارف هي معمولة ليه لا وهي هلت تتناسب مع متاخدش حاجة كوبة بس لازم تعيشها اه طبعا متاخدش حاجة كوبة بس طيب انت شايف ان احنا استفدنا من اجانب فيه ناس استفدنا منهم طواروا حاجات كتير يعني من الجزين مثلا الفترة بتاعته المنتخب احسن فترات المنتخب لان انا بشوف انه لعبت الاهلي في الوقت ده خدت ثلاث بطولات افريقية يعني مع عمودة شابت حسن مع لعبة كويسة قدر يعمل اي حاجة اكيد فطبعا طبعا احنا هنروح بعيد ليه خلا نتكلم احنا متكلم بصراحة طبعا احنا كل فترات المنتخب المنتخب يتقلق فيها كويس انه دلالب ببقى كويس ما احترمي كل انديت مصر ما احنا ده جزء كبير ومهم جدا ان الناس تعيه لكن وجود مثلا منه جزء في الحقبة دي كان عامل لعيبة كان فيه تسعة لعيبة او في المنتخب بيلعبوا او في الملح وكانوا في الزهر اه طبعا لا مستواهم كان عالي جدا مين بيعجبك من المدربين دلوقتي ما زي مدربين زمائيل لكن بتتفاوه ده بيعجبني المدرب الواقعي زي كولر ده مثلا كولر مشي واحدة واحدة واقعي وبتعلم من اخطاءه بشكل كبير جدا وبتعامل مع المواقف بواقعية نعم وبيعجبني على عبدالعال جدا جدا بنصح المدربين اللي هما الجداد او اللي موجودين بقلهم سنتين ثلاثة انك تشتغل للتارجد بتاع فرقتك عايز يقعد في الدورة تشتغل على التارجد ده عايز يبقى في المربع تشتغل مع طبعا الطلب انه يجهزوا لك المسؤولين لكن انا ما بقاش ماسك فرقة كل هدفها انها تقعد في الدورة ويلعب بلدنج أب واستلم من تحت وافتح الملعب لكل الماتشاط واتغلب ويطلع على السوديو التحليل بس والله لها بكرة حلوة وكرة حلوة انت بتتغلب طيب هل انت معجب بكولر عشان حقق العلامة الكاملة ولا انت معجب بتفكيره اللي بيحصل انا عايز مشروع للنادي الاهلي تلت سنين مش عايز حاجة بلحظتها الاهلي احنا عايزين ناخد حاجة لمدد المدد هي اللي عملت قلعة النادي الاهلي طبعا تلاتة واربعين دوري مجوش عشان لا لا بنيش من على الرف كده وخلاص عشان بنقول تلاتة واربعين دوري ادى العدد باقي فرق الدوري وازيد منهم نعم كلهم وازيد منهم فعايز اقول انه كولر وقعيته وتعامله مع نوعيات اللعيبة وتطوير لعيبة كتير جدا خلاها ياخد خمس بطولات في عشر شهور نعم فانا ما بنيش بيعجبني في انه خد لأ البطولات دي جزء من الاعجاب لكن الوقعية بتاعته والتعامل بزكاء والشغل اه هو اللي وصلوه انه ياخد الخمس بطولات طب انت شايف في الوسطاء والمجملات والوكلاء هل بلعبوا في الدور الأكبر في شغل المدربين او في الدايرة دي اه طبعا 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 ملعبوا بشكل كبير يعني انت شايف مستوى الدوري عندنا ازاي مستوى الدوري متوسط 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 تصوير وحش جدا سيء الملعب استهلكت تلاقي 6 فرق بتلعب على ملعب واحد و7 فرق بتلعب على ملعب واحد الرزنامة مش 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 منتظمة اه الرزنامة مش منتظمة اه بتحكيم سيء جدا محتاج اصلاح اه اللوائح محتاجة تتعدل ويبقى ليها انضباطية وتبقى واضحة اللي عايز قرار جمعية عموية اعمل له جمعية عموية اللي عايز قرار لجنة بس اعمل له قرار لجنة بس فالحاجات دي بتؤدد النهار ده انت عندك عشر فرق لحد اخر ما تشين في الدوري بيسترع الهبوط ده يباين ان في انت نازل الكيرف نازل لا شكل شكل صعب جدا ومافيش منافسة فوق لا لا المنافسة فوق برضو فيه كان خمس فرق بنفسه على 23 بنت 25 بنت الاهل فارق بين التاني عشرة بنت والتالت 23 بنت والربع 25 بنت كتير لا ولا فيه المنافسة على المربع الزهري بالزبط مافيش مافيش انت شايف الفار مدي لكل فرحة اول سيء جدا سيء 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 كاستخدام التقنية نفسها قديمة عازة تتغير الفرجن بتاعها الناس اللي عليها عازة تتضرب حكام الفار سيئين التصوير اللي بيدي الكادر نفسه بتاع اللي بيديه سيء جدا مكان الكاميرات مش محقوب غلط الدور ده ما نعرفش نسوقه بحاجة لا فيه تصوير ولا فيه ملاعب ولا فيه مستوى راخم التحكيم فبالتالي بينا عكس على مستوى الأداء عاصل بعض الناس مش بعض الناس كل الناس لما بتفتكر ان احنا بنتكلم كده ان احنا بنهاجم مجرد الهجوم نحن عسين الاحسن انما احنا لما بنتفرج على الدور الانجليزي او الدور اقرب حاجة ليك الدور السعودي تفرج على الدور السعودي وتعلم منه بشعيب الناس دي تعلمت مننا وبدأت احسن منك ليه ليه احنا بنحط تباغنا في الرمل كده ونقولك لا احنا بنعمل كل احنا كويسين لا بنعملش لا بنعملش احنا كل خلي الناس اللي شغالة في المجال ده تخلص لله اخلص لله العمل عبادة اشتغل يا اخي كويس اشاربنا يديلك انما بالطريقة دي انا بقول لكم الكرة محرك سير هم بس بلحين يقولك ايه غيرنا المدير الفني فلان وجبنا واحد احسن منه غيرنا فمزا كده السيستم عندك كله بايز وبعد كده انا بقول المسؤولين على الاتحاد والكورة والمسؤولين على لاجنة المسابقات والمسؤولين على كل كبيرة وكل صغيرة في الاتحاد يا جماعة النادي الاهل لما يكون كويس بيخلي منتخب بيخلي الكورة بمصرية شكلها كويس